السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أسمة ديهي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صنية كوسة باللحمة المفرومة هعملها معاكم بطريقة حلوة قوي قوي وان شاء الله مش هنهضر منها اي حاجة عشان تبقى محتفظة بكل العناصر الغذائية اللي موجودة فيها تعال بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملنا الكوسة الحلوة دي ازاي على النار حطت وق وحطت فيه معلقتين كبار من الزبدة او السمنة زي ما حضرتك تحبي عايزة تحطي سمنة على زيت مش هتقول لأ ونزلت عليهم بربعمية جرام من البصل انا هستخدم مع حضرتك النهاردة ربع كيلو من اللحمة المفرومة خلاص ادت البصل تشويحة يمين شمال لحد لما لونه بقى شفاف ودبل معايا ونزل كل المية اللي فيه انا حبيبتي ما بحمرش البصل لاصف ولا شتا خلاص بعد كده نزلت عليه بربع كيلو من اللحمة المفرومة وحبتدي كده اقلب همين شمال لحد لما لون اللحمة يتغير معانا من الاحمر للابيض نزلت عليهم بالبهرات اللي هي عبارة عن نص معلقة كبيرة من الملح نص معلقة كبيرة من المرأة الفورية ربع معلقة صغيرة كلا من قرفة حبهان كزبرة ناشفة خلاص حديهم كده تقليب يمين شمال وبعد كده حنزل عليهم بمعلاقة صغيرة من الفلفل الأصمر اللي بيبقى كلام ده كله يمين شمال وهد النار لحد لما العصاج يستوي معانا خلاص بعد كده جبت الكوسة زي ما حضرتك شايفة كده أنا بقطع القمع من تحت ومن فوق وبعد كده بالسكينة المشرشرة بديها تعريجة زي ما حضرتك شايفة كده طيب ما عندكيش سكينة مشرشرة بالمقورة وحوريك دلوقتي خدي بالك معايا يا قلبي أنا مش هقور الكوسة الكوسة غالية جدا وكمان أنا ما بحبش أقورها التأوير بيضيع كل القيمة الغذائية اللي فيها تمام كده طبعا فيه طريقة تانية غير دي وبرضو إن شاء الله مش هنهضر قلب الكوسة بس إن شاء الله فيديو تاني هعملها لكم طعمها حلوة قوي قوي متكملة العناصر الغذائية ما هضرناش حاجة من الكوسة وقادي كمان الشغل بالمقورة يعني عند حضرتك سكينة ماشي عند حضرتك مقورة مش هتقول لأ وركزي معايا أنا مش هقور الكوسة تمام كده بعد ما هنخلص كل الكمية بالشكل اللي حضرتك شايفاه هاخد الكلام ده كله وديله شاطفة تحت الحنفية تمام كده وحسيبه لما يتصف كويس جدا من المية وعلى الزيت على طول وحنزل بيها أنا عايزاها متحمرة بلون دهبي يعني مش عايزاها تخش قوي على السوى علشان لما أجي أفتحها بالسكينة وأحشيها باللحمة المفرومة ما تبقاش مهرية معانا تمام كده هديها بقى كده لون يمين شمال وعلى طول حجم طلعاها على الصينية من غير كلي نيكس مطبخ وحقول لك لي دلوقتي تمام كده طلعي بقى يلا كل الكمية اللي قدامك وانزلي يلا بغيرها لو وصلتوا معايا لحد هنا أتمنى من حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عالكل عشان يوصل لكم مني كل جديد شلنا أول مجموعة ونزلنا بالتانية ونفس الطريقة خلاص بعد كده جبت كباية من الصلصة الخام دي صلصة أنا عاملاها في البيت طب حد يقولي الصلصة دي قبل ما نعملها صلصة كانت قد ايه من الطماطم هقول لحضرتك كان نص كيلو من الطماطم دربتها في الخلاط وبعد كده حطتها على النار لحد لما تسبكت معايا بدون اي مادة دهنية لحد لما بقت بالقوام اللي حضرتك شايفة خلاص نزلت عليهم بكباية ونص من المية معلقة كبيرة من معجون الطماطم اللي هي بويريء الطماطم الجازة نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأصمر تمام كده هاديها غلوة واحدة بس على النار وبعد كده هاسبها كده على جنب وتعالي بينا يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونحشي الكوسة مع بعض بصي انا بفتح الكوسة ازاي بفتح الكوسة بالسكينة لحد النص وبصوبع ايدي بكمل فتح الكوسة انا بعمل كده ليه؟ علشان الكوسة متتفتحش مني على الآخر تمام كده؟ ركز معايا بفتح كده على خفيف وبصوبع ايدي بكمل الفتح وحشي بقى لحمة بالطريقة اللي تعجب حضرتك عايزة كطاري عايزة تقللي زي ما انت عايزة الطعم واحد بعد ما بتستوي كأن مقورها وحشيها الشكل واحد ولكن فيها ميزة حلوة قوي قوي قيمتها الغذائية عالية جدا لان الكوسة زي ما هي محتفظة بالقلب بتاعها خلاص بعد ما خلصت الكمية كلها رسيها حضرتك بالطريقة اللي تعجبك ونزلت عليها بتلات تربع كمية الصص اللي عملت قدامك تمام كده وحقولك لدي الوقت تعالي بقى هنا نتكلم شوية عن التسوية عايزة حضرتك تكمل السواء زي ما هي كده على عين البتجاز مفيش مشاكل هي في كل الحالات واخداميني لون في التحمير هتغطي بقى الكلام ده كله بيغطي حلة ورقة فايل واسيبها تكمل سواءها على النار تمام عايزة تحطيها في فرن البتجاز هتشغالي الفرن مع الشوية لحد لما تستوي وبعد كده هتطلعيها بصي كده أنا بعمل ايه باخد مصص وبحط كده فوق على اللحمة وحقولك ليه علشان أنا مش حطة في العصاج مية في وصفات هنعملها مع بعض هنحط في العصاج نص كباية مية او كباية حسب كمية اللحمة اللي هشتغل بيا وليه الكلام ده عشان البصل يستوي معي في العصاج ولكن أنا هنا حطة صص فعشان كده ما حطتش مية في العصاج ركزي معي الحاجات دي مهمة ومفيدة بصي كده بقى بعد ما تسبكت معي وشربت كل الصص اللي احنا حطناه بضغط عليها بالسكينة لسه مستوتش أنا ليه عملت كده فيه قوسة بتاخد سوى كتير فيه قوسة بتاخد سوى وليل فلازم أكون حزرة في حاجة زي كده عشان ما تبقى الصيصة تمام حنزل بقى ببقية الصص وحكمل سوى ولازم حبيبة قلبي تضغطة كويس لان التغطية بتساعد على التسوية اعملي بقى معاها شوية رز حبة وحبة اعملي معاها رز بالشعرية بيتبقى تحفة قمة غزائية عالية ما أخدتش مني لحمة كتير وحاجة بجد تحفة جدا على فكرة حبيبة قلبي الربع كيلو لحمة مفرومة عمل معايا اتنين كيلو من الكوسة الصينية دي وصينية كمان زيها تعالي بقى بصي بقى الجميل بص الحلاوة بتضف البقى دوب وتعمها حلوة قوي قوي ما فيش اي اختلاف بينها وبين الكوسة اللي بنقورها وبنعشيها شكرا لكم مع الف سلامة